السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello dear students everywhere, hope you are all well Today we learn about verbs followed by ing and verbs followed by infinitive اليوم درسة ان شاء الله عن الأفعال التي يتباهها مصدر والأفعال التي يتباهها صيغة ing طبعا اليوم درسي كليا يعتمد على الحفظ هنحفظ قائمة الأفعال اللي هيجي بعدها صيغة المصدر وهنحفظ قائمة الأفعال اللي هيجي بعدها صيغة ing بالبداية قبل ما نفوط للدرس خلينا نتعرف شو يعني مصدر وشو يعني ing شو يعني مصدر طبعا مصدر اللي هو الانفينيتب اللي هو أصل الفعل بدون أي زيادة for example عندي الفعل go هذا طبعا أصل الفعل infinitive ما في أي زيادة ما في اس ما في ing ما في ed for example تمام فبنسميه هذا infinitive أصل الفعل طيب كيف أنا ممكن أعمل صيغة ing yes أصل الفعل زائد ing أنا عندي هانا going أصل الفعل بضفلها ing بصير عندي هانا صيغة الجرانت okay going اللي هي صيغة جرانت now let's start نيجي نشوف مع بعض الدرس look at number one look at the examples then complete the grammar rules عندي هانا الـ examples number one some of us fail to manage our time effectively الآن هو حططلي خط تحت fail to manage يعني أول فعل عندي هانا اللي هو fail بمعنى يفشل الصيغة اللي أجت بعديها to manage يعني fail من ضمن الأفعال اللي هيجي بعديها صيغة المصدر fail to manage here we can't say fail managing مش هنقدر نحكي fail وبعدها نحط صيغة ing خطأ fail to manage هاي أول verb example two experts advise us to break this habit الخبراء بينصحونا إننا نتخلص من هذه العادة الآن عندي أنا الـ verb هانا اللي هو advise advise بمعنى ينصح الآن إيش الشكل اللي أجه بعد advise حطي اللي بعديها us يعني في عندي بعض الأفعال لازم يجي بعديها مفعول الآن الفعل ينصح طي ينصح مين يعني ينصح لازم يجي بعديها مفعول advise us advise me advise her advise him advise them بعد المفعول عندي هنا بعد الـ object حتيجيني صيغة الـ infinitive عندي هنا advise verb حيجي بعدي مفعول طبعا هنا ضمير أو اسم ممكن وبعدي صيغة المصدر let's see example three they told us not to spend too long on one task عندي هنا الفرب ايه told told اللي هي أصلها طبعا tell يخبر told us برضو told من ضمن الأفعال اللي لازم يجي بعديها object مفعول يخبر يخبر مين يخبرني يخبرها يخبرهم يخبرنا تمام طب ايه الجديد عندي في هذا الـ example انه جايب لي صيغة نفي المصدر الان انا لما بدي انفي المصدر كيف بدي انفي yes good هحط not قبل to to not قبل to told us not to spend يعني مش هحط not بعد to لا قبليها قبل المصدر اوكي الان في الـ examples اللي عندي هنا نعمل خلاصة هيك سريعة مر علي تلت افعال هيجي بعديهم صيغة المصدر اللي هما fail advise told اوكي fail هيجي بعديها مصدر على طول عندي بعض الافعال لازم يجي بعديها مفعول من ضمنهم advise من ضمنهم told اللي هي بالاصل till اوكي لازم يجي بعديهم مفعول وبعد المفعول هحط صيغة المصدر اوكي طيب ايش ايش تاني احنا اخدنا في هذا الـ examples انه كيف لو بدي انفي المصدر انفي المصدر وين هحط الـ not yes excellent قبل المصدر اوكي يعني بعد الفعل اللي هو told مثلا اوكي بعديها not بعديها المصدر to spend اوكي الان نشوف مع بعض هذا الـ exercise بيحكي لي هانا complete the sentences with the verbs in the box a plus not to عندي هادول الافعال شايفينهم اللي على اليمين عندي decide يقرر عندي agree يوافق عندي promise يعيد يوعد refuse يرفض offer يقدم manage يتمكن او يتحكم في الشيء كلهم هادول الافعال هضمهم مع الافعال الثلاثة اللي فوق تمام؟ انه هادولا هيجيني بعديهم ايش؟ هيجيني بعديهم to زائد المصدر يعني to go agree to go promise to go كل هادول الافعال هيجين بعديهم صيغة المصدر to زائد اصل الفعل الآن صار عندي اكم فيرب هاي عندي هانا ستة هاي عندي هانا تلاتة يعني صار في عندي تسع افعال اوكي الآن في الاكسرصايز هانا بيحكي لكم complete the sentences هنعبي الافعال هادي في الفراغات هادي الآن طبعا هنعبيهم في الفراغات حسب المعنى اوكي نشوف number one she won't like it if you space do what she asked بدي اختار فعل من هادولا واحطو في الفراغ هانا بيقولي هانا هي ما بتحب اذا انت فراغ تفعل ما تريد yes excellent هحط refuse to في الفراغ هانا هحط ايش هحط refuse to two اوكي اوكي في number one طلع عندي refuse to الآن نشوف number two i'm sure they will space stay when they see how sorry when they see how enjoyable the place is بدي اشوف واحد من هاي الافعال yes excellent agree to stay هحط في الفراغ عندي هانا agree to number three i didn't space catch the early pass so i was late ايش هحط من ضمن الافعال هادي yes excellent i didn't manage to catch the early pass so i was late number four if you lend your phone to me i space lose it اذا انت اقرضتني سلفتني الموبايل تبعك الجوال تبعك i فراغ lose it هاختار واحد من هدول yes excellent i promise not to lose it i promise انا استخدمت هنا الverb promise لكن عملت ايش عملت هنا اعملت نفي للمصدر not to lose it كيف نفيت المصدر حطيت not قبل المصدر not to lose it فعندي هانا هتكون بالشكل هادا promise not to lose it number five when there is a problem they always space help yes excellent they always offer to help offer to help the last one let's shake hands and space forget the argument نسلم على بعض and yes excellent decide to forget the argument او ممكن احط هنا برضو agree to forget the argument الان الخلاصة عندي هنا في هذا السؤال عندي هذه الافعال decide agree promise refuse offer manage وعندي هانا fail advise told وعندي هانا want to ask تمام وتلك كل هادا الافعال هيجي بعديها صيغة المصدر صيغة المصدر ايش هي يعني صيغة المصدر الي هي تو زائد اصل الفعل ولو بدنا ننفي المصدر كيف هننفي المصدر yes excellent هنحط not بعدين تو و الفعل وفي عندي بعض الافعال هيجي بعديها مفعول زي mean excellent very good زي advise و زي tell اوكي الان طبعا يا حلوين السؤال اللي بتوارد لاذهاننا كيف يا انت حيجي هذا السؤال في الامتحان الان يلا مع بعض نشوف كيف حيجينا الان عندي نمط سؤال الامتحان النهائي لهذا الدرس حيجيني بالشكل هذا com read the sentences with the correct form in the box الان عندي هذا السؤال زي ما انتو شايفينه نفس سؤال الكتاب بس انا ايش عملت فيه طبعا حطيت قبل الفراغ الافعال اللي احنا عبناها في الفراغ في سؤال الكتاب حطيت هانا refuse هانا agree هانا manage هانا عندي promise هانا عندي offer هانا عندي decide وبين اقواس هيجينا صيغة مصدر وصيغة ing طبعا هنختار هاد الصيغة او هاد الصيغة حسب الفعل اللي قبل الفراغ في سؤال زي هيك هتطلع على الفعل اللي قبل الفراغ واشوف ايش هو الصيغة اللي بتيجي بعدي مثلا number one she won't like it if you refuse space what she asked عندي هانا قبل الفراغ عندي refuse من اني قائمة القائمة اللي هيجي بعديها صيغة مصدر ولا صيغة ing yes excellent صيغة المصدر يعني هيسير الحال عندي هانا refuse to do طيب number two i'm sure they'll agree space when they see how enjoyable the place is هتطلع على الفرب agree okay هياخد agree staying ولا to stay excellent very good to stay agree to stay three i didn't manage space the early bus so i was late عندي قبل space في عندي هانا اللي هي manage اوكي هاحكي manage catching ولا manage to catch excellent manage to catch number four if you lend your phone to me i promise space it عندي هانا ملاحظين انا حطا لكم اتنين عندي هانا infinitive بس كيف عملالكم لترك هانا في وضعية النط وين مكانها هاحكي not to lose ولا to not lose excellent very good not to lose okay when there is a problem they always offer space helping ولا to help yes excellent offer to help okay the last one let's shake hands and decide space the argument عندي decide من ضمن الفرب اللي هيجي بعدها صيغة excellent مصدر يعني هاحكي to forget okay to forget فحيصير عندي الحال بهذا الشكل زي ما انتو شايفين refuse to do agree to stay manage to catch a promise not to lose offer to help decide to forget إلا الآن نستكمل الشقة الثاني من الدرس وهو الverbs followed by ing الافعال اللي هيطبحها صيغة ing عندي هانا الاكزامبل not many students enjoy revising for exams عندي هانا الفرب enjoy enjoy ايش اجا بعديها؟ ياس حكا ليهانا revising ما حكا لي enjoy to revise ياس فعندي هانا enjoy من ضمن القائمة الافعال اللي هيجي بعديها صيغة ing the next example although there was little chance of rain he insisted on taking his umbrella عندي هانا الفرب insisted on ايش نوع هذا الفرب؟ yes excellent phrasal verb ايه يعني phrasal verb؟ يعني verb followed by preposition فعل وبعديه حرف الجر طيب فعل وبعديه حرف الجر الصيغة اللي بعديه هتاخد صيغة مصدر ولا صيغة ing yes excellent هتاخد صيغة ing بعد حرف الجر بعد البروبزيشن هحط صيغة ing يعني هانا ما راح حكي insisted on to take خطأ insisted on taking فعل وبعديه حرف جر الصيغة اللي بعديه هتكون صيغة ing الآن نيجي نشوف الكوستشن اللي هان نفس نمط الكوستشن السابق complete the sentences with the verbs in the box عندي هاي الأفعال give up اللي هي يقلع عن يبطل عن شيء avoid يتجنب في like يرغب mind يمانع keep يستمر يحافظ finish كل هادي الأفعال طائمة جديدة طبعا هيتبعها صيغة ايش؟ هيتبعها صيغة ing صيغة الجرانت وحضم لهم طبعا عندي هانا enjoy وعندي طبعا اي فعل بعديه حرف جر كلهم حييجي بعديهم صيغة ing الآن بدي أعبي هادي الأفعال في الفراغات اللي هان طبعا حسب المعنى ها حط هانا ها حط هانا نمبر 1 اللي هي فيل like نمبر 2 The important thing is that you should never space trying بقولي شيء مهم انك عمرت space المحاولة Yes excellent Give up You should never give up trying 3 I don't space playing computer games But it isn't my favorite way of passing the time Excellent very good I don't mind playing يعني لا أمانع من لعب ألعاب الحاسوب 4 The cat across the road suddenly and the driver couldn't space hitting it Excellent very good Couldn't avoid يعني القطة قطعت الطريق بسرعة فجأة والسائق ما قدري تجنب إنه يخبطها 5 I'll call you back as soon as I space writing this report Excellent very good As soon as I finish writing this report The last one He doesn't like it when people space interrupting him Interrupting اللي هي مقاطعة Yes excellent If when people keep interrupting him أوكي هيك خلصنا هذا السؤال الخلاصة عندي هنا مجموعة الأفعال اللي هيجي بعديها صيغة ال-ing عندي enjoy عندي give up عندي avoid عندي feel like عندي mind عندي keep عندي finish وأي فعل هيجي بعديها ربجر كلهم هدولون هيجي بعديهم صيغة ال-ing الآن زي ما عملنا في السؤال السابق هنعمل في هذا السؤال كيف نمطه هيجيني في الامتحان نفس هذا السؤال هنعمل على نمط سؤال الامتحان لتسي هاي السؤال عندي هانا complete the sentences with the verbs in the box نفس سؤال الكتاب بس بشكل آخر لتسيغة الامتحان أنا حط هانا feel like space anything so I went out to a cave حطين هانا بن قسين الصيغتين صيغة المصدر وصيغة ال-ing number 2 the important thing is that you should never give up space حط مصدر ولا ing number 3 I don't mind space computer games but it isn't my favorite way of passing the time حطانا to play ولا playing 4 the cat crossed the road suddenly and the driver couldn't avoid space it to hit ولا hitting 5 I'll call you back as soon as I finish this report writing ولا to write عندي he doesn't like it when people keep space him to interrupt or interrupting نجرب فيه ونحاول ونشوف إيش الإجابات هتطلع معنا تمام excellent الآن عندي number 1 طلع معنا cooking لأنه الفرب عندي فيه like من ضمن القائمة لحيتبعها صيغة ing number 2 طلع عندي trying عندي هانا give up number 3 عندي هانا playing لأنه give space فيه عندي mind number 4 طلع عندي hitting لأنه قبل الspace فيه عندي avoid number 5 عندي writing قبل الspace عندي finish the last one عندي interrupting لأنه قبل الspace فيه عندي الفعل keep اوكي يعني خلاص الدرس اليوم عندي قائمتين من الأفعال أفعال حيتبعها صيغة مصدر وأفعال حيتبعها صيغة ing ولازم نحفظ القائمتين حتى نتمكن إننا محل سؤال بهذا الشكل طالبات العزيزات نكتفي بهذا القدر اليوم that's all for today see you later in a new video till then take care and have a great day السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر